أهلا بعودتكم الآن سنقوم بمسألة عن الزخم في بعدين لنرى ماذا لدينا هنا إذن لدينا هذه الكرة A إذن لدي الكرة A إنها تتحرك ب10 كيلو إغرام وهذه الأرقام هي قتلة الكرات وهذه الكرة ذات 10 كيلو إغرام تتحرك لليمين بسرعة مقدارها 3 متر في أثانية ومن ثم ستصطدم بهذه الكرة B وهي 5 كيلو إغرام ومن ثم نعلم أن الكرة A والكرة A سترتد عن الكرة B وسينتج عن ذلك مصر جديد لها الآن بدلا من السير اليمين ستسير عند زاوية 30 درجة ويمكن أن نقول 30 درجة من الأفقي ستسير بزاوية 30 درجة عند سرعة مقدارها 2 متر في كل ثانية وسؤال هو ما هي السرعة للكرة B؟ إذن السرعة عبارة عن مقدار وإتجاه لذا يجب معرفة بضرورة ما تقوم به الكرة الكرة B ستسير ويمكن أتفكير في ذلك إذا لعبت بالبلياردو من قبل يمكن أتخمين لبي فإنها ستسير تقريبا في هذا الاتجاه لكن نريد إيجاد بضبط ما هي الزاوية وما هي السرعة لها إذن لنحل المسألة إذن في البداية قد تعتقد أن هذا مربك تعلم أن الزخم يجب أن يكون محفوظ وكل هذا لكن الآن لدينا هذه المتجهات وهناك بعدين وكيف يمكن عمل هذا والفكرة هنا هناك خطوة أخرى عند العمل في بعدين أو ثلاثة أبعاد أو عدد عشوائي من الأبعاد عندما قمنا ببعد واحد وتأكدنا أن الزخم محفوظ في ذلك البعد الواحد لذا عند عمل ذلك في بعدين ما يجب عمله هو إيجاد الزخم الابتدائي في كل الأبعاد إذن سنقسم ذلك إلى مركبات X و Y ومن ثم سنقول أن الزخم النهائي لكل الجسمين سيساوي الزخم الابتدائي X وسيساوي الزخم الابتدائي Y إذن نجد الزخم الابتدائي X الزخم الابتدائي X إذن B للزخم لأننا سنستخدم M للكتلة إذن لنقول أن الزخم الابتدائي في اتجاه X في اتجاه X ولا داعي لكتبة الابتدائي أو النهائي لأن الزخم الكل في اتجاه X دائما سيكون نفس الشيء إذن ما هو أو في الواقع سأكتب الابتدائي حتى تصل الفكرة أن البدائي والنهائي لا تتغير إذن الزخم الابتدائي في اتجاه X إذن I للابتدائي حسناً ماذا ستساوي هذه؟ الكرة B لا يوجد لديها سرعة ابتدائية إذن لا يوجد لها زخم الكرة A هي 10 كيلو إغرامات 10 كيلو إغرام وما هي السرعة في اتجاه X؟ حسناً كل السرعة لها هي في اتجاه X إذن هي ثلاث أعني هذه فقطت حركة في اتجاه X إذن الزخم في اتجاه X هو 30 كيلو إغرام متر لكل ثانية الكتلة ضرب السرعة كيلو غرام متر لكل ثانية وما هو الزخم الابتدائي في اتجاه Y؟ الزخم الابتدائي في اتجاه Y يساوي حسناً الكرة B لا تتحرك إذن لا يوجد لها زخم وكل التحركات لـ A هي في اتجاه X إذن الزخم في اتجاه Y يساوي 0 لا يوجد لها زخم في اتجاه Y إذن ستعرف مباشرة أنه بعد التصادم إن الزخم المحصل لكل هاتين الكرتين في اتجاه X يجب أن يكون 30 والزخم المحصل للكرتين في اتجاه Y يجب أن يكون 0 إذن لنجد الزخم لـ A في اتجاه X و Y إذن لنجد ما هو زخم A فقط يجب أن نجد ما هي سرعة A في اتجاه X و Y ومن ثم نضرب هذا في الكتلة لأن الكتلة لا يجب لديها أي اتجاه إذن لنجد مركبات السرعة لـ Y و X لنقوم بالمركبة X للمتجه في البداية إذن X هو هذا المتجه سأغير الألوان لنجعل هذا مثير للإهتمام و Y هو هذا المتجه هذه مركبة Y ولهذا ما هي هذه وهذا على أمل أن يكون هذا طبيعي بالنسبة لك إذا شاهدت الفيديوهات السابقة عن قوانين نيوتن هذا فقط حساب المثلثات ويمكن كتابته جيب جتأذل سوى كتوى مرة أخرى وأنا أؤكد لك أن هذا أصعب جزء في أي مسائل الأبعاد المتعددة مسائل متعددة الأبعاد الفيزيائية وهي عملياً مسائل حساب مثلثات إذن إذا أردنا إيجاد مركبة X إذن سرعة A في إتجاه X ماذا ستساوي هذه؟ حسناً هذا المجاور للزاوية ونعلم الوتر نعلم أن VAX أو السرعة لA في إتجاه X السرعة لA في إتجاه X على الوتر على 2 متر لكل ثانية تساوي ماذا؟ المجاور على الوتر هو الجتة إذن يساوي لجتة 30 درجة أو السرعة لA في إتجاه X تساوي 2 جتة 30 درجة ما هو جتة 30 درجة؟ إنه الجذر التربيعي لثلاث على إثنان إذن جذر التربيعي لثلاث على إثنان إنه جذر التربيعي لثلاث على إثنان ضرب إثنان وهذا يساوي هذا يساوي جذر الثلاث إذن هذا يساوي لجذر الثلاث متر لكل ثانية متر لكل ثانية وما هي السرعة لA في إتجاه Y؟ حسناً على أمل أن هذا طبيعي لك أيضاً لكن بما أن المقابل على الوطر يساوي لجيب الثلاثون إذن VA في إتجاه Y تساوي 2 ضرب جيب ضرب جيب الثلاثون الدرجة جيب الثلاثون الدرجة هو نصف إذن هو نصف نصف ضرب 2 يساوي 1 متر لكل ثانية إذن بعد التصادم A تتحرك 1 متر لكل ثانية في إتجاه الأعلى وتتحرك بسرعة مقدرها جذر 3 متر لكل ثانية والإتجاه لليمين إذن ماذا سيكون الزخم لA في كل الإتجاهات؟ حسناً أوجدنا السرعة إذن فقط نضرب كل السرعة في الكتلة إذن A لديها كتلة 10 كيلوغرام وهذا سيكون الزخم النهائي الزخم A في إتجاه X يساوي الجذر التربيعي لثلاث ضرب عشرة الجذر التربيعي لثلاث هي السرعة عشرة هي الكتلة إذن عشرة الجذر التربيعي لثلاث كيلوغرام متر لكل ثانية كيلوغرام متر لكل ثانية وزخم لA في إتجاه Y سيكون سيكون بما أنه يسير للأعلى سنقول أنه موجب وهو واحد متر لكل ثانية هي السرعة ضرب الكتلة إذن عشرة ضرب واحد هو عشرة كيلوغرام متر لكل ثانية إذن الآن لنجد B لنقوم بY في البداية لأن مجموعة يساوي الصفر سأغير الألوان نعلم أن الزخم وهذا وهذا بعض التصادم الزخم لA في إتجاه Y زائد الزخم B زائد الزخم B في إتجاه Y ماذا سيساوي هذا ما هو الزخم البدايي في إتجاه Y حسناً هو الصفر لا يوجد حركة في إتجاه Y في البداية ونعلم أن الزخم لA في إتجاه Y هو عشرة حسناً عشرة كيلوغرام متر لكل ثانية زائد زخم B في إتجاه Y يساوي صفر إذن لنحول هذا نطرح عشرة من كلا الطرفين إذن الزخم لعشرة B في إتجاه Y يساوي عشرة كيلوغرام متر لكل ثانية ونعلم الوحدات إذن إذا كان الزخم هو عشرة في إتجاه Y ما هي السرعة في إتجاه Y حسناً الزخم يساوي الكتلة ضرب السرعة إذن نعلم أن 5 ضرب السرعة في إتجاه Y هذه الكتلة تساوي عشرة وهو الزخم لها إذن السرعة في إتجاه Y لB يجب أن يكون 2 متر لكل ثانية إذن ها هو أوجدنا سرعة B ولنقل أن سرعة متجه B في إتجاه Y وهذا هو ناقص لأن هذا لأن هذا يساوي ناقص عشرة إذن هي تسير للأسفل كانت سرعة لموجب 1 تسير للأعلى ومن ثم هذه السرعة لنقص 2 تسير للأسفل متر لكل ثانية ناقص 2 متر لكل ثانية لB في إتجاه Y إذن الآن لنجد السرعة لB في إتجاه X ولم يتبقى مساحة أصبح المكان فوضوي لكن يجب أن تتذكر عند الزخم لB الزخم لA في إتجاه X هو عشرة الجثر التربيعي لثلاث زائد الزخم لB في إتجاه X في إتجاه X يجب أن تساوي ماذا؟ يجب أن تساوي الزخم الابتدائي في إتجاه X وهي الثلاثون إذن لنجد الزخم لB في إتجاه X فقط نطرح العشرة العشرة جذر التربيعي لثلاث ولنقوم بهذا إذن لنجد الجذر التربيعي لثلاث ضرب عشرة هذه تساوي عشرة ضرب الجذر التربيعي لثلاث ثم نطرح هذا من ثلاثون ونحصل على 12.7 ونعلم أن الزخم لB في إتجاه X يساوي 12.7 12.7 كيلوغرام متر لكل ثانية ونعلم الزخم إذن فقط نقسم على الكتلة ونحصل على السرعة في إتجاه X إذن 12.7 مقسم على 5 إذن السرعة لB في إتجاه X إذن 12.7 تقسيم 5 تقسيم 5 وهذه تساوي 2.54 متر لكل ثانية إذن السرعة في إتجاه X هي 2.54% متر لكل ثانية إذن ستكون أسرع في كل الاتجاهين لن أجد أزاوية هنا لأنه لم يتبقى وقت عمليا لكن إذا أضفت هذين المتجهين ستحصل على أزاوية زاوية شيء كهذا ويمكن إيجاد أزاوية بأخذ ظل للزاوية حسناً لن أخذ بهذا هذا تعقيد الآن في الواقع سأكون بهذا في الفيديو التالي حتى لا ترتبك لكن نعلم ما هي مركبات Y و X لسرعة B أرى أقوم في الفيديو التالي إلى اللقاء أعلم ك τον الفيديو التالي قبل أن القد Sof enga